طفل يحاول العبور من فوق هذه البركة الآسنة وفي الجانب الآخر امرأة لا تقوى على حمل مكنستها لتنظيف هذا الشارع هذا مشهد بسيط من مسلسل أعقد عن المناطق التي تخلو من منازل المسؤولين هنا في العنبار دمرنا دمار الله وكلك هذا الشارع هذا الشارع لا بمسؤول ولا بسياسي ولا بأي واحد يعني دون مجلس محافظة لا بخلاص أي واحد الشوارع الرئيسية كلها كملوها عال منطقة عبما بها مسؤول ما تجعلها لو بها مسؤول كلها تجعلها والانتخابات قربت بس بكت الانتخابات تشتغلون والله وكيلك الله وكيلك الله وكيلك هذا الشارع دمرنا دمار عندنا جهالة مرضت والله آخر حملة إعمار شهدها هذا الشارع في تسعينيات القرن الماضي كما يقول سكانه إذ يخرجون أمام منازلهم كل يوم لعل موكب أحد السياسيين يمر من هنا إن كان قادرا هو وحاشيته على تحمل هذه الروائح الكريهة يعني من التسعينات لحد الآن مكسر ومهمل والمجاري هاي شوفوها تطافحة المناطق القريبة علينا عبا بيها مسؤولين يعني كلها تعمرت وترتبت بس هاي الشارع ما لنا المنطقة ما لتني ما بيها مسؤولين ولا أحد يداعي بيها فما تعمر على الرغم من أن محافظة الأنبار شهدت إعمار بعض الشوارع الرئيسية فيها إلا أن صندوق الإعمار للمحافظات المتضررة لم يستفد منه الأهالي بشكل مباشر كما يشتكون وهو ما ولد استياءا لدى أهالي هذه المحافظات ترجمة نانسي قنقر